لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجع لا قوة إلا بالله السلام على من غسله دمى وإنا إليه راجع وقضى ونسج الريح أكفى عنه والقنى الخطي بي نعشور وفي قلب من والا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيتك الطيبين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدى من تمس كامكم وأقل الفدى يا قتيل العدى ومن أهل أجايا ومسلوب العمامة والردى وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين ما للأحبة لا يؤون خلانا سيدي ومولاي وعلى أصحاب الحسين سيدي ومولاي يا رب الله يا رب الله فهل بدأ من محبيين يوم فرقته ذنب لذاك استحقوا منه هجرانا يا رب الله ما هاجني حبهم يوما وما ذرفا ومضف الفلكا عيناي من بعدهم دمعا وعقيانا 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 لثياب الحوز علوانا هجت يا شهر ما في القلب من شجن هذا الشهر شهر الأحزان هجت يا شهر ما في القلب من شجن والناس ففيك أضحى رسول الله ثكلانا والبضعة والبضعة الطهر في والبضعة الطهر أضحى وقد تحكمت فيك ثاكلتين تعدد وتردد الشجوى ألوى ألحانا فألحانا يا رايا بل فيك أضحى أبو السجاد منعفر أسلمين بعرسة الطايا في فوق الدور عطشا أبكي الحسين وحيدا لا نصير له أبكي الحسين وحيدا لا نصير له إلا المهند والخطي أعوانا بسبع السمضجات أكوب سبع الأراضي ما أنفتك والكون كل من قلاء أفضت جاء على حسين كل من يقول اليوم خوية هل الإهلا أوحش جميع الناس تسمى النسوا ورجاء والرجاء تلطم والنساء تصرخ خبو الواق وهذه لاذا يقول لا تضحك موزة بكل عام بس هلاله يبين علينا كل ما تم تشوفا بسوا دم برقعين حتى النساء من تنظرات تخلع الزين تخلع الزين وهي تسف حمدى مع العين لكن ليس المعزة كثكون عظم الله لك الأجر يا رسول الله عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين عظم الله لك الأجر سيدتي ومولاتي يا فاطمة عظم الله لك الأجر سيدي يا أبا محمد الحسين عظم الله وجوركم ساداتي وموالي أئمة أهل البيت بعد وين تتوجه بالخطاب؟ هاي الليلة وهاي الليالي وين نتوجه بالتعزي عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان عظم الله لك الأجر يا حي بوسط الماء تمددو بلبس السواد مبرقعا والقلاب مفطور وتصيح يا شيعان نحلي شهر أنستني يسقطي جنيني ذبحة حسين ولكن من الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا قرار حمي العظيم وسيعلم هذا الذي مكتوب لي هي من عالم الغيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعمل شعارك بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل شعارك ومن تقوى القلوب أهل جلك بعد يا دي لأجل سلامة إمامنا وقبير أنفسنا وتاج رؤوسنا وحسينا وقفية الله وصاحب العصر والزمان ولتعجيل فرج الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وعلى محمد والسلام الله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسب أن الله غانفلاً عما يعمل الظالمون هذه الليالي والأيام ليوم تشخص فيه الأبصار على محتوى نوى مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم للرسول إلى تلك المعطيات وأفئدتم أوا آمنا بالله خلق الله العلي العظيم اقتحام موسم شهر عشر من دون استعداد وتمهيد لا يوصل الإنسان إلى تلك المعطيات الكبيرة من هنا نجد حينما نراجع الروايات الشريفة المروية عن أهل البيت سلام الله عليهم اهتماما بهذه المسألة كثيرة من الروايات التي تحدثت قد يسأل عن بعض الأمور التي تعد بمثابة التمهيد والأعداد للمؤمن من القلق في هذه الأيام والأعداد طبعا هذه المجالس ومجالس الذكر عنوانها أهل البيت سلام الله عليهم بمجالس الذكر والعصات والجاحدين والكافرين مجلس الذكر الذين بحد ذاته فعالي عاثوا في الأرض فسادا يعني ليس من باب المقدم لا يتصور هذا المؤمن أن الحضور في هذه المجالس ومن باب المقدم طب تلاءات كثير لماذا لا يأخذ يحضر هذا المجلس حتى يتعلي قد وعد المجالس فيها تعليم ولكن من الظالمين المجلس لا يمكن أن ينحصر في مفردة الانتقام أين تلك العقوبة التي جعلها الله لأمثالها يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إنا نحن إذا ذكرنا ذكروا وإذا ذكر أعداؤنا ذكر الشيخ يمكن أن نقسمهم مجالس المجالس التي يذكر فيها أهل البيت وأن كانت لهم بعض الجرائم هذا ذكر الله عز وجل ولذلك تسمى مجالس الذكر من واقع وسيرة حياتي هؤلاء النبي صلى الله عليه وآله يلتفت إلى أصحابي يقول ارتعوا في رياض الجنة إلا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس الذكر فيهم قابلية للهداية مجالس الذكر وأمل ورجاء للعودة والتوبة روضة من بي عبد هذا من لطف الله عز وجل وبركة أبي عبد الله الحسن وعفوه العظيم حيث لا يقتضيان ومن خلال التعاطي بالحكمة بكل سهولة لا يقتضيان أبدا مجرد أن يحور المؤمن في هذه المجالس وهو صادق ومخلص منع يسجل له حضور مجلس من المجلس منع لرحمة يمكن أن تصله وذلك لهذه المجالس آدابه ورب العباد سبحانه وتعالى كما نعلم تختلف عن المجالس العادي إذا أجلس في ثمانية أو مجلس إنسان عادي وراعي بعض الأمور وراعي بعض الآداب فما بالك إذا حضرت مجلس هو يعد مجلسا من مجالس الذكر أن ونه أهل البيت بأنه مجلس ذكر ولا يريد أن ينتقم أو يتشف يتقم من أحد يجب أن ترام احترام خاص يفعل البشر مع بعضهم البعض شلون يتلذذون بالذبح شلون يتلذذون بالقاتل ما هي خطوات الأعداد والتمهيد التي يحتاجها لهم حتى يدخل هذه الأيام إذن هذول الشي سوي وياهم رب العباد يمكن عندك بائر لكن بعد أكو قابلية للهداية ذكر فيه خصوصا أنه إحنا لما نقرأ بعض الروايات بعض الأحاديث يقول أن الله وجل قد جعله لكل عبد من عباده أربعين جنة في بعضها سبعين زيارة هذه الجنن يحدث واحدا كلما ارتكب العبد كبيرة من الكبائر هتك واحدة منها فإذا أتيت القبر ما يصير إلى شبع فقل الله أكبر سبع يعني وصل إلى القمة التي وهلله سبع فقل الأمل في هدايته في عودته ينقطع واحمده سبعا وسدحه سبعا ثم قل لبيك داعي الله سبعا لبيك داعي الله سبعا بعد ذلك فما الذي يعمله الله عز وجل مع هؤلاء خمس خطوات خمس أمور ذكرها الإمام سلام الله على في هذه الجملة المختصرة لعلهم يستيقظوا تلخص لنا الإعداد والاستعداد والاستقدار هذه الأيام والأيام وتيهم يقول ثم قل يقول ثم قل سبحانه وتعالى يقول بكتابه العزيز ظهر الفساد في البرن فقد أجابك شبه خمس أمور فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري ورأيي وهواي بالتسل بعض آثارها هذه الخمسة الأمور إذا دققنا تأملنا فيها نقف على خمس خطوات هي خطوات الاستعداد اليائق لاستقبال هذا المساعد لعلهم يرجعون أول تلك الخطوات الاستعداد القلبي إن كان لم يجبك بجني أن استغاثتك فقد أجابك قلبي ما له مضمونها بالعذاب الأدنى دون العذاب أكبر القلب اللائق بالاستجابة للحسين سلام الله دون العذاب الأكبر ليش هذا القلب مو مهيئ ما دام أنه أكوأ هذا القلب إذن يجب أن يطهر من الضغينة والحق حتى يوصلوا إلى مرحلات على الإنسان المؤمن الحريص على الوصول إلى مؤطيات شهر وحرم من الحرام أو موسم هذا الموسم عليه أولا أيضا لا يعجل العقوب إليه أول شيء المطهر هذه لا يعجل العقوب إليه هذه أول خطوة أولا أن الله سبحانه وتعالى من ناحية الخطوة الثانية يقول إمام وسمع في الدنيا فالله عز وجل بالنسبة إلى هؤلاء ماذا يعمل يعطيهم كل نصيب إنهم في الدنيا يأخذونه يخلصون كل حق إلهم في الدنيا يجبون يوم القيامة صفر اليدين ما إلهم أيهم حتى يجازون عليه خيرا يشكرون عليه يتابون عليه ما أكو خلاص انتهى كل شيء يصيبهم كل أخذه بالدنيا هذه الأذن التي أسمعها الغيباء هذا جانب جانب آخر الله سبحانه وتعالى قلت لا يتعجل العقوب وإنما يستدرج هذا السمع لابد أن يطهر من هذه الأذن يستدرجهم حتى أكون لائق إلى أن يصلوا إلى للولوج في ساحة أبي عبدالله سبحانه وتعالى فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري يكون يحذر المؤمن أشد الحذر حتى يصل إلى أكبر درجات العذاب والعقاب تريد دخل ساحة أبي عبدالله الحسين كلها ساحة الظهر الحديث الشريف تهيئ نفسك أولا تهيئ قلبك ثم تهيئ سمعك ثم تهيئ بصعك أنما نملي لهم تهيئ لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ورأيه ولهم عذاب مهين وهنا الله سبحانه وتعالى من آية التي تحدى ذكرناها في بداية المجلس يقول الله عز وجل نظر المؤمن الكيس ونظر المعصوم المؤمن إذا أراد أن ينظر إلى الأشياء ينظر إليها بمنظار المعصوم هذا المؤمن لا أن ينظر إليها بمنظار أعداء بقية إخوانك من المؤمنين والمؤمنات والفقرة والمستضع في الله هذا لا يخبر ما هو رأيك في الأمر الفلان إنما يؤخرهم ليوم رأيك في مسألة المعصر أو في قضية من القضايا يكون أحرص أشد الحرص أن يكون رأيك مطابقا لرأيك إلى أعلى أعلى بعد الأمر الخامس وهواء أي الميول والرغائب من شدة العذاب لأمامه هذه حالة مهطعين مقمع رؤوسهم وكي تطابق لا يرتد إليهم قضوهم يعني عيونهم من بحلق هالشكل انفتح ما يقدر يغموض الهول اللي قدامه عظيم شوف هذه خمس خطوات إذا استطاع الهول أن يقطع هذه الخطوات الخمس ما قادر يسويها لأن يكون في ساحة الحسين في هذا ما يقدر يلتفت عن يمين عن شمادة ما يقدر يطالع وراء خايف البزع اللي قدامه شيء كبير جدا أن يهيئ الإنسان لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء خاوية من كل تفكير من كل إحساس من كل شعور لعل بعضكم سمع بخصة هذا اليوم إذن يوم شديد شعب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يمهل الظالم حتى يقول قد أهملني أهملني وقد سمعت أدى من الخطوات يذكرون هذه القصة نساني هذا الشاب كان قوي البنية بسط في الجسد قوة في الجسد لكن مشكلة هذا الشاب لحظة التي يأذب فيها نقال الآخرة والأولى يأخذه أخذة رابية رابية يعني شديدة القسوة لكن فيه ميزة وعظيمة الشدة هذا الله سبحانه وتعالى يتعامل مع هؤلاء ينقض يتوقف عن ارتكاب الذنوب والمعاصر مراعاة لحرمة أيها يعني في هذه الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلم وعليه إن الله أم لا يحب قديماً ما بين الكلمتين أربعين أساساً شوف يذنب يعصي يرتكب الذنوب لكن بمجرد أن يدخل شهر محرم الحرام شوف يترك كل تلك المعاصي والذنوب ويقبل رفعا كفا رفعا الكفا تضرعاً بإهلاك فرعون وقومه وإنزال العبوبة عليه ولا ترى حرمة الله سبحانه وتعالى أجاب الله قال قد ميز بهذه الدعوة لكن ما بين اللحظة لي أجيبت الدعوة وما بين اللي نزلت العقوبة على فرعون وقومه بإغراقهم يكنس بسينية ينظف حتى الأعمال اللي ما كان للبعض يستسيق القيام بها ما هو يغلق أربعين سنة أربعين سنة بعد أربعين سنة أنزل الله أيها الشديد على فرعون وقومه ويستنكذ القيام بها بالدنيا وفي الآخرة يبادر يبادر بإخلاص والصدق إلى إنجاز فالله سبحانه وتعالى إذا يستدرج هؤلاء يعطيهم مساحة هذا الشاب كان يأخذ على آتقه القيام بهذه الآخرة بعد ما إلى ينحق أكري طالب رب العباد يقول لي يا رب انت قسمت لي هكذا ولم تعدم الموكب ينأسوة ببقية الخطة يجي يوم القيام هذا واحد القائمين على الحسينين بالنسبة للإنسان المؤمن الله سبحانه وتعالى حين يبتليه أول ليلة خمسة آلاف بالعدد المؤمن انتهت العشر الأولى وإذا بهذه خمسة آلاف سبحانه وتعالى بقدر ما هو رحمة بعبده المؤمن ونعمة لهذا العبد المؤمن كل بلاء ترت ينزل عليك كإنمك مؤمن لتتصور أنه نقمة وأنه عقوبة وألم عقوبة من الله سبحانه وتعالى وانتقام من الله عز وجل وإنما هو بالنسبة إليك رحمة ونعمة شاب معروف يؤطى العلم يحمل علم موكب العزاء يتقدم موكب العزاء حتى يأتي يوم القيامة لا ذنب عليه ياخذ ما قدر إليه من حقوبة بالدنيا على ما قصر على ما فعل على ما تجاوز فيأتي يوم القيامة حتى لا يحظر وهو صاف مصفا لما صار أواخر أيام بالحجة يوم الأخير من بالحجة قبل محرم الحرم بلا شك أكو واحد عامل وأكو واحد مو عامل بعد ذلك المؤمنون يتفاوتون يتفاوتون في العمل طرقوا الباب خرج يرحل عمليات التطهير لأن قد لا تقف عند حدود واحد من أفراد الإدارة كان شيخ كبير هو اللي تولي فقد يضيق عليه عيشة فقط لنسألك بعض الأسئل من التصفية والتطهير يبتليه في ماله نوع من التصفية والتطهير فسأله قال له أتحب الحسين يا قاسم يبتليه في ولده في أهله نوع من التصفية والتطهير ثم أن هذا للإنسان من الصابر المحتسب الأجر عند الله عز وجل المعترض للجازع والمتأفف له نفسي وزوجتي وأولادي فداء له في ساعة الاحتضار قد يشدد عليه حتى يصفه ما وفى بساعة الاحتضار في القبر يصفه ما وفى بساعة القبر ما بعد القبر يصفه حدوء بالمعزمين أولا تحب أن يكون الحضور ضعيم كل تفتئين حسين عظيم ولابد أن تكون مجالس ذكره عظيمة تتناسا هذه المجالس عامرة لكن قلت بصورة عامة قال له لو كان هناك شخص حضوره في المأتم يؤدي إلى عزوف المعزين عن الحضور نازلة عليه شوف التعبير في هذا الحديث الشريف الجميل الرائع عن لسانه ماذا تعني بهذا السؤال؟ قال كثير من المعزين المؤمن بالبلاء كما تغذي الوالدة ولدها باللبن فماذا نصنع؟ يؤديه بالبلاء قال قل للناس إن المقاس في هذه السنة لن يحضر قوة للبدن وليأتوا بكثاب للإنسان بشكل قوام لما يستطيع يعيش إذن الابتلاء والمحل اللي تصيبك شكرا لله تصنع منك رجل هذا الشاب شاء محبة صلى الله عليه وسلم لكن عند محبة الحسين السلام عبر التاريخ هم مثل هم مثل من أروع الأمثلة يتعجب منهم اللي ينظر إلى تاريخهم جاءت زوجته وأولاده هذول الشنوش طلبون مننا الخروج إلى الحسين هذول الشنوش هذول الشنوش ما كمحن من محن اللنيا إلا وقد نزلت عليهم ريدهم يحنون هالراس جمع ريدهم يذلون يستكينون يخضعون مثل ما يخضع غيرهم ونزل إلى السردان وعلقها على جدران السردان رفعوا قامتهم وجلس وكل ما ضغط عليهم بالقسوة وأخذ يخاطب الحسين سيدي ومولاي يا أبا عبد الله لقد طردوني من الحضور في مجلسك هذا العام يعني هذول صنعتهم فصنعت لنفسي مجلسا هذول صنعتهم لا يطردني من محاة قومتهم والمصائب والآلام ما نالت منهم استخرج الزنجيل فهي جزء وأخذ يتمتهم رحمة ونعمة بالنسبة لعب بعض الأشعار اللي كان يحفظها ويضرب بالزنجيل وهو ينادي حبيبي يا حسين واحد الله سبحانه وتعالى كاتب إلى منزل في الجنة مرت الليلة الليلة الثانية الليلة الثالثة الليلة الرابعة في ماله في بدنه الليلة الخامسة واحد من إداري المأتم كان يبكي بكاءاً غريباً قد لا يكون أساساً عن ذنبنا وهو ما متوقف عن البكاء وإنما إكراماً خرج إكراماً لهذا العبد المصد إلى دار صاحبه في نفس الإدارة طرق الباب فتح صاحبه الباب شاف صاحبهم يبكي مثله في الجنة إلى أعلى المراتب ما سبب هذا البكاء قال لقد رأيت الحسين البارع وهو يقول من أنتم حتى تمنعون من تشاءون وترحبون بمن تشاءون في مجالسه وخطابه لولده الحسين لماذا كسرتم خاطر قاسم لماذا أسقطتم ماء وجهه بين الناس بعد أن ضيق الظالمون رحب الأرض عليه وأرادوا قتله لأحب الأمم لأحب الأرض ومن يجد عدلاً إلا أن يخرج من لي جديه مخارقاً لأحبته فاتى يشكي آلامه ومحنه وما بي من أحزان إلى جديه رسول الله إلى حبيب قلبه كل واحد فيهم كل واحد من هؤلاء الذين جاءوا إلى دار هذا الشاب يؤكد أنه رأى نفسه جداه يا رسول الله فقصدوا دار هذا الشاب جداه يا رسول الله قصدوا شافوا الباب مفتوح طرق الباب جاء إذن صغير قد ظلموني فإن يغفر رأسه بالجدار يشدخ رأسه بالجدار وقد سهد عليهم يا رسول الله قاعد يشكي ما في نفسه من أحزانه وعظيم إلى رسول الله وهو ينادي حسين 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 جداه يا رسول الله ما بك يا قاسم خذني معاك ضمني عزيزي تبريك ولا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا يأتي رأي من جدي رسول الله لكن يا قاسم إن كنت تحبني فلماذا تأصي الله فإن لك عند الله درجة لا تنالها إلا بالشهادة فلما سمع ذلك ولكن أن تنس منك يا أبا حسين أن تأخذ ورح أن تسأل الله الزوجة أن يأخذ ورح في اليوم الزمن ضمني عندك يا جداه في هذا الظريح أولاة قاسم السراء يركضون ضطريق وأيوانا قد موت أبونا وأصبحوا شك تشيئ نهي خرج الناس لتشيئ لتشيئ كبير جدا يقول الناقل حتى نثرت المروح يندك بين الدكة جد صفو العيش من بعد كبير أكدار شيء لكن لما دخل شهر المحرم هذه الأيام شهر صلى الله عليه وسلم قبل إخلاص بعد طهر سمع طهر بصر من داخل القبر بقاء شهر صلى الله عليه وسلم شهر قطع هذه الخمس ونحي ونداء بفتجاع يا حبيبي خل الشاب ونداء بفتجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلغ إنما الدنيا أعدت لبلاء النبل ينسي لكن الماضي قليل بالذي قد ينسي يبصره عن النظر إلى ما لا يحمل الله سابق يا حبيبي يطهر هذا السابق بني 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 ستذوق المات حتما ينهجت ظلما ضاميا في كربل ستذوق المات ظلما ضاميا في كربل وستبقى في ثراها عافرا منجدلا يا الله يا الله يا الله وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا واختنام الأئمة عليهم السلام وحسين يقول الإمام زين العابدين صدرك طاهر بالسيف يا حزن ودجن وحسين وكأني بالأيام من بنعتي تستغيب سغبا تستعطف القوم وقد عز المغير قد برى أجسامه الضرب والسير الحجر بينها السجاء في الأصباد مغلول اليد وحسينه وقام إمامنا بعد أن ودعي رسول الله وثنى بقبر أمه الزهرى ثم أخيه الحسن ثم بعد بعد ذلك بقية الأحب وعاد إلى داره يا أبا حمزة هل سمعت باكياً يخبر أهلاً بمقالة رسول الله الله كأني بهم لما أن سمعوا من خضار قلبي يا أبو حمزة وعدة القافل جائزة المحامل للرحيم من خروج من المدينة بعد أن أمرني ومتهن لما استعدوا جميعاً جميعاً بني في لعات الله يقول أنا ما أنكست راسي لجلب حصلادي من جاء جاءت أم البني أنا ما أنكست راسي لجلب حصلادي دمعاك الصراب بالغاضرية زلزلا يقدمهم أبو الوضع للعباس كسرسك زيدي قالنا لنكست راسي دهون زيناء مجلسي زيدي حصلاه من نوح ليتامر أسجاء هذا جيداً للإمام زين العابدي هذا حال الإمام زين العابدي دمع ساكب على محبة الحسين يقول من سقطت من سينه لمصرع الحسين دمعه حتى تصير على خديه ضوّعه الله بها غرفاً في الجنة يسكنها أحقاباً أقول هنيئاً لمن يبكي على الحسين حال الإمام يشوف الإمام في أخرج ساعة من ساعة الممار يقول من تكون يا صاحب هلانوار المبين يا صاحب هلانوار المبين قال لي ما تعرفني غريب البعض فادوال خواتك الله يحفظني أصلاه أنا قلت لكم بالأمس إذا عندك صرخة فلّح إذا عندك دمع لا تحبزه ترى هاي الصرخة تشوفها غيرش كل يوم القيامة تقول يا ريت قلّت عمري كلها صرخة على الحسين أنادي حسين من تكون يا صاحب هلانوار المبين وحسين قال لي ما تعرفني غريب البلغ وودعها بالمكاة والمحي ما تشوفني بالأرأس ومن نحر أحاجي سلام الله عليه ومن تلّبه ما تمت نادي ولي علي نادي حسين نادي حسين حسين ولما مشت القامفلة قليل على العام ومدام الصوت من خلّي والأجل يشيح قليل أبي سجبي ثياب الرزي وقت قدّم على ضعوني انت بعزّ وجلال أهلك على التابوت شلّم انعزّز وكرّم وحفّره قبرك ووّاره يا بو يا ويا لو من بعد موتك على التربان خلّه وحد إله مثلي ثلاثة أيام على الغبر يا رمي على كومي أيها حسين أنا 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 لمحّرتي لو أعذي الخلايق مثل اللوعي وروحي المرّة أنا الشهيد اللي اذبحوا بصدري رمي يا واني من سماع وكل ما جذب وانا جرّب خدّي يقنوعي يكسر الخاطر يكذب الوانا يخفي وعلى الفرقا يساق ما بعد تحتاج علامات تعرفوني من خلالي يا أيها المؤمن قد هاي العلمة اللي تفطّر انقل أنا الشهيد بكربل المذبوح أطشاق أنا اللي صارت جذّتي لنخلّي وخلّي نار شدّي بقصبي وعظامي وعلى قوراسي على أزناك وابنارهم حرقا واخدّوري الهاجمي شفنا اليوم تيجي يهدفها وحسينا يحفر لقبر ويفصل أشفاك ما شفنا اليوم وتغلّ عريا تقلّ لك المومة تغيّن خيّن وابقابها الوطن واحد لا مات الفتى المعزو زياه تصير زلزالة هواس الزهراء هواس الزهراء ترى الصرخة هيتو طيّب قلب فاطمة لا مات الفتى المعزو فاطر بنتك العليّة بس يا هتصير زلزال نازل للجفن تنهار وناس تجيب شيّا تقلّ لّ يا ابو يا عادي وفو السجّال تغسيّل يدوس الشرور هذا طلب غالي هذا الطلب ما ينقدر ننفذ ابني فاطمة اذّ قلّ لّ يا ابو يا عادي ساعد الله قلب العقيل زينم أريد أختم لكن تذكر ثاني عديات إذا عندك حاجة حظّر ساعد الله قلبه لما وصلت إلى جسد الحسين يقول الرائمي أرادت أن تقبلت لكن ما شافت عني يمكن تقبل أوّي لي وتبدأ دامعة لي تجريّ وما ينقطع مجرى وحسّينا ووينا قلّ هاي ابو يا شلون عبد الله نمشي وعندك نخلّي عليهم ما شيصفّرها وتصعد فرقة ثمّ عليه كأن الحسين راني ينصد ما شمعزا بها اللحظات لعبد الله الرضيع ما تم عجيب غير يا أبو يا حرم للظالم يا أبو يا حرم للظالم نخوّج بكرب ليتاني صايغ لالا غيّت طاق يا الله بس لبس اللبس بس عليه يلوق جنّ عاشق ومعشوق يطوّق رقبت بنبلّة وتضل الحش روية وحسينا ومع ذلك الدموع المالح أوالي قليلة ويايا لوانعينك يا ابوية تشوف أخيك سبح بدم لوانعينك يا ابوية تشوف أخيك سبح بدم وسدر بيه للخيمة أمني تأخذ أمه نوب تشم وجناته ونوبة بنحره تشم يوالي ونوب تخمش بخده وما يبقى على قلعده يا ابو يا الله ساعدها علي مدري اش يصبرها لو درت ثدايا لهذا أصعب ما يكون على الأم الفاقد رضيعها حين تدر أثداءها باللمن اتدور وين رضيعي وإلي فلما آيست رجعت إلى الدار كئيم حزين بسم الله الرحمن الرحيم وعلي أليك لا لك ولا لي ولا لي أنا زمان من بعد أهلي ولا لي أنا لنزم مهد عبد الله ولا لي ولا لي بل جت يرد وحشتهم يا أم يا أم يا أم يا راحمين وعادا 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 يا ام يا راحمين يا راحمين يا راحمين ورد أزرع طريج الغايا ولا سقيما إلا شفيته ولا أسيرا إلا فتك يا غائبا عن أهليك نبي الله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا يا لات غائبنا يعود لأهليك بلقوا الأهلا للحبيب ومرحمة لا سيما إلى أرواح موت المؤسسين وعرواح الشهداء والعلماء وخدمت أبي عبد الله مهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات واني الحاضرين احفظهم فردا فردا اقذ حوائجهم ارحم موتاهم شافهم والله مغلب وقراهم يسرهم ورهم سهل مطالبهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل الله من منه بأحسن قبولك وجرهم على ذلك بأفضل ما عندك اللهم صل على محمد وآل محمد واغذ شعة محمد وآل محمد في كل مكان فرج اللهم عنا وعنهم وعن إخواننا المؤمنين وأخوانتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العانجل يا الله اللهم وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشدين بين يديه وفي جملة أوليائه أغذنا اللهم بحقه انصرنا وارحمنا به يا غيات المستغيثين وخير الناصرين وأرحم الراحمين إلى هنا بحق محمد وآل الطاهرين وبحق المحترمة الفاتحة نهدي ثوابا لرواح موت المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة